الزوجة زى الطفلة بيبقى لو شاف من الزوجة دي حقيقة وابنا زوجة يا بنتي وحبيبين ويعني فيه بينكم عشرة اه فيه بعض الزحلات والتكات ومش واخد باله يعني فيه فيه مورة هنعليجها ونقولها دلوقتي حاجات تطفى للمرأة لكن انا عايز اقولك على حالة اجمل الطفلة دول لما يشوف منك وبقى على فكرة يبص القراش الداخل العين ايه امبرها الجو ايه مكت جاي وبوز ممدون ولا مفروضة وبتتحك بيبقى مستني التقدير مستني يشوف اللي العارفين كده ضحكت عينك مش ضحكت عينك ولما يجيب قطر ايه ده افتكرتنا والله الله يباركنا وجبت كذا وعمل ده وقلت بالتخور ده وابضل لو دا يا بطرح عنك ايه لو انا ما بقيمش وات يعني بتي تتعالتش عليا لانا جيبت زعك لأ نيه مالا بقيمش بالتاري اولا لأ فكرة زي ما انتي عندك كورونا استشعار متعرفي هو بيقول ايه ومبي صادق ولا بتاع ولا نفسي التناير انا مش عايزين لتصفر انا عايزين لتباعك ويبقى شايف الله يبقى هو بيبقى منتظر كده احنا بنقول لو الزكة ما تمتحتش وما تقدرتش وما تشكرتش ضعت بجد حقيقي يعني ضعت وفي الزمن اللي احنا فيه يعني لو لا يعني اقول مثلا حب الله عز وجل ودين وعفا كم زمنها راحل في اتجاه تاني خالص ليه لأ اني مش فيزي قاب ليلة ده فيزي قاب ليلة ونهاره في روضة وفي ناس دفلة الله ايه اللي احتاج ايه التحفة ده والله ايه ده انا كنت دايما العلم الكلماتي اللي كتبتيها دي ده دي اللي كانت يعني انا كنت مستهنية اصلحت بي يومي كله صليت كل الصلاة انا مش هنقول انهم هنقولوا كلامه لكن هنخشوا من المداد فلولا الله سبحانه وتعالى الزوج ده صالحة تخشى الله عز وجل كان فيه طرق مع الزوج لا يقدم لكن زي ما هو زي ما انت محتاجة الامر ده هو كمان محتاج ومحتاجه لما يعطي الرابط كنت سألت مرة مجموعة مش صراحة كنت انه يعمل كده هي كانت شريحة على تلتمية زوج طبعا يعني النسبة في اي البحث بتاع التلتمية مش عدد يعني بتاعي تطلعي تلات تلاف وهكذا لكن ما في حجل ان التلتمية ايه لم قالوا ليه تزوجت على زوجتك ليه كتبت غرفي وليه كتبت زوجت شارع وليه تزوجت ايه مش وانا اقدر اعمل هنا واعمل هنا واعمل هنا واعمل هنا وليه زوجت جاد عمشين ورايا اسمعوا كلاما جاد عمشين ورايا ونفس الوقت التانية انها محتاجة ومنهاش غير وسبب كلمة انها بتكلم هي علشان موجود نفس بالزوجة اللي قولة خلاها تقبل احنا ضد التلام يعني لا تاسعة مسلمة في التلق واختيها انت يعني الموضوع ده حديث خلاص تزوجي خلاص سامي الموضوع الاولى من خلاص تكلم على ايه التانية محتاجاتي تحسسيك كده يا قطة نوبك سواب دي اختي عشان خاطرك ما تحسيك انت اللي هنا وانت اللي هناك وانا مليش غيرك وقتر خيرك وتسلم تقولي ما الحدا بايزه وشواني الموم اللي هو اتهت دي نقطة مميمة جدا في حدا تانية في موضوع المشاكل خلينا ناخد نهج نبوي كده فحل المشاكل النهج النبوي اول حاجة الحوار لازم يبقى في حوار طيب وحنا بنعمل حوار يومي او جلسة للعيلة او جلسة ديكي او الجلسة الملكية هنتكلم عليها بعضنا قولة على الجلسة لكن هل فيه كمام ده سابق في روتيني حدش يجاوب عشان انا عارفه حدش يجاوب انا عارفة بقصة وعارفة اللي جابة يعني لو هنلاقي الف هنلاقي منهم اتنين تلاتة اوما اللي بيعملوا جابة لازملك ودي اول حاجة او الخطوة عملية لازملك كل يوم عشر دقائق او اصلا المخ بيفصل بعد عشر دقائق فاي كلام بعد عشر دقائق عشان كده انا احنا بناني ليه في المقابرات التفاعلية تبعها بدل ما تسقطوا مني عشر دقائق اكلمك اقولك اسمها معايشة تلات دقائق بعيدة و تلات دقائق عيدة و تلات دقائق شكرا لكن ما بقاش عند ابني هو اللي انتك في سنة دقائق ومتش عارف ابنك في سنة دقائق لما تبقى عمنا قططين ولا تبقى اي حاجة ولا الكحة اللي مبتتفكش ولا اي منظر ما مش شاهد ما مش عايشي انا عايزة بس بكل يوم عشر دقائق ممكن قلت ولي مفيش مواضيع قلت انا ما تتغذب فيه قل اي حاجة نتكلم باي حاجة ركزي معاك نقرأ الملك سوا اه؟ نقرأ الملك سوا او الله اجتماع على طاعة ده شيء اساسي لها اي شيء اساسي يصلي بينا سنة الفجر وينزل المسجد بالاولاد يصلي بينا الراقعتين قبل مياه قبل النوم يا رقعتين القياه ده ولا بس لا هتلاقي شيئتين انس ولا شيئتين جل ايه دي الفكرة لكن في الاول وفي الاخر معايشة معايشة لازم لازم زيوبك يبقى عارف يومك فيه ايه؟ انا فين؟ هو فين من يومي وهو فين من لنا مرد بيه يبقى عشر دقائق رقم اتنين على رسلكم لو فيه حوار والمعايشة هيبقى فيه على رسلكم ايه على رسلكم؟ كلنا عفنوا القصة النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على زوجاته فكان يوم السيدة صفية فاتأخر لان كان السحابة يستنوا عند بيت السيدة مين؟ السيدة عاشة جيبوا الهدايا بقى وبتاع وعدوا اشتكم القصة اشوار فغارت راحت له استأذن خلص بس خلص الصحابة وخلص اللابة وخدها هو ماشي مجالبابة بسود ومشي معا من بعد صلاة العاشة الصحابة مع الدين قالهم على رسلكم هذه صفية زوجة طوضيح شو الله ما احنا عيانك؟ اكيد حد من العلح انت النبط الشيطان بيجرم ان ادم مجرد ايه؟ توضح النبع على السلام في موقف ووزع منك بص والله بص انا اكتهدت اخطأت الله عز وجل بيدي للمتهد المخطأ اجر بنا اكتهدت واخطأت مش عيه نقطة كلمة اكتهدت واخطأت دي فيها جزئية مهمة جدا ايه هي؟ مين اللي قالت؟ ماما اللي قالت ماما اللي قالت خد الماما اهو دي الماما وولدي البنتها شاعة الماما الصغير شاعة دي الماما؟ اللي اعتراف اللي اعتراف لكن لا ازاي؟ كابر عن كابر ازاي عيصن كده؟ ده انا الصح وانا كزا هو بتاعه وهو ايه يا؟ ولا يمكن ده حتى الحديث ليه وفي ايدي اخوانكم ميني؟ خلينا نخلص ونطلع من القصة دي انا اخضر ما فعل ما كانش يصحي كده لأ بالمفروض ارجع لك حاجة زي كده بس انا قلت اتصرف قلت عارف ان انا حمية بس مش ابرر قوي لان التبرير هيوقعك في دايرة ايه؟ جزئية كده يبقى اول حاجة على رسليات انا بوضح الامر ده انا عملت ابنية او الامر دوت انا كان ابتهادي فيه بالشكل الفلائي بس النقطة تانية نقطة ايه؟ مين يقولي؟ بعد اما وضح نطفق الواجهة نظر الوغة بقى نطفق على بعض الوغة نطفق على بعض الوغة نطفق على بعض الوغة تسمع او الارضة باللوغة خلاص وعد المشكلة او الاسم او اسمع لوبة نظر مش تمام نظقات المشكلة تانية بعد ان اعدل مشكلة اطلع من دايرة مين اللي غلطات او يا توق بصي خسرانا الف في المية اطلع من دايرة مين اللي غلطات حصلت اخلاص داينة وانا قلت انت ابتهدت وحصل نطلع بقى بره تبرير ومين اللي غلطات تغيلي النقاش في ساعتها يا دكتور مش مين اللي لازم ان انا حلاها في ساعتها لا اعجلها لحد ما هي بقى بستانية فين القط بتحتاج ان احنا نتغافل وفين القط لازم تتوب اللي حصل ليه؟ لان هتحصل نفس الغلطات مني او مني فاحنا لازم نتفقد يبقى اول حاجة على رسلكم تاني حاجة اطلع بره دايرة التبرير ومين غلطات رقم تلاتة نتيجة بقى ام المشكلة اللي احنا دا ازوق وغمضة حتى ضردة مينفعش مبازة على مين نقوس خطر عارفة كده نقار الخشب اللي عمان بيهد في بوليان البيت بس اني بتاعت مش باين مش باين اللي لا ازوق وغمضة متعديش الا ولا احنا كده بص انت عديك فرصة لان احنا باشا وهو لو انت زعل انا عديك فرصة لزعل المشاعل براحكة فقدمك لبعد السابق العشاء وانت صالح مش شرط الامر ينتهي بالعلاقة الخاصة عشان هو الراجل عنده فكرة في الدنيا دي والمرأة عندها هسس في الجزئية دي المرأة تحتاج مشاعل يعني مش ساعد هو بيقول بحبك وانا قاسك بالعلاقة يعني اكتمع على حاجة في النص المهم لا ازوق غمضة حتى تنبقى مرضيين والله ما تتحل عين بنوم الا اذا انت اذا انت راضيين طي مرضاش بعد العيشة ومأموس تنبقى خلاص انقاب فجرا بعد وده اخر وقت ما مرضاش مزعلش مجنة روحت له ومرضاش ورديني وقفل السلكة وقفل الباب وقال لي يلا انا وراح فوقت الاولاد مش مهم ولا يزالنا الكلام با ليه اصلاح المنظمة فاشل كرامة بالشكل المميدة زوجك يا بيدي هو تسمع كلام المهازيسين الايام دي والفيمينيست وورينه وورينه ويعرفينه اه ماله ما يعرف انتك بالزوء والادب والاحترام والتقدير جميل انه يعرف كده ممكن ان احنا اتمدى فيها وهو كده وخلاص جيت لك مرة وانت هنا لا ده زوجك ولو انت مش موجودة فيها عشرمية والف ومليون بره اللي بتعمل سندويتش ده انت عارفة ان انت والصاحبه لا 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 مش عايز اقولك السندويتشات والمهازي بتعمل ايه بقصرين ولأ كأمالك الزرارة بالدبوس طب الدنيا انا شفت منظر مرة والله ولا انسان في مكان حكومي في بلدنا ربنا يا رجنا سلمون من غير الخزايا ولا مقصرين ولا فاتنين ولا مفتونين على عزة ونصر قولوا ام فشفت منظر رهيب جد يعني الراجل قاعد الموظف لديه ولا علي وبعدين قام وقاله مش عارفة فيه اصلاحات هنا فجيه الناس بيصلحوا فقط طلعهم المكاتب والموظفين وقفين كده بس تبتش تايبه لدول كده تايبه الثرقه دي كلها وجاية تمشي هنا وندوس وتحتك بالبتا وندوس على الجيد مماشي هسكت يشوفوا بلايه يتعرضوا البلايه وما بالي بقى الصف طالع الدنيا هيسة فأيا كان او في العمل او اللي تقول لي كومانو فاتكلم بنتك موت مرة في جامعة عاية تقول لي فلانتك فلانية قلت لها فلانتك فلانية زوجك فلان قلت لها فلان كذا قلت لها نعمل انا عادتك بشي قلت لها بتاني وبنت وهو تقول لي المحترم وخلوق ودين واجب منين راجل محترم وكذا جب الشباب اللي لسه مش عارف ويبقى دنيا وكذا وكذا فبقى فيه الدنيا هيسة قليني على مات الساعة تجد خمسينة امرأة قليني على مات يعني هيسة بقولك الاحصائية كل واحد لو اربعة لا سنتين ثلاثة كل واحد ده محتاشر فيعني ايه عنده التبادلات ما بقولش كده علشان كده لأ مش عشان كده وارجع لي الكلمة دي ما تنسوهاش مني لو هطلع من المحاضرة دي وانتوا فاكريني الجملة دي زوج الكلمة دي حبيبك ابو اولادك في بينك وعشرة ممكن يكون يعني اوه مكسر شوية هنعدلوه مش هنسيب القصة كده